بيت بيوت مع المهندس عماد سالم صباح الخير عماد صباح النور ماجي عماد اليوم عم نكمل شي عملناه بالأسبوع الماضي كنا بلشنا نحكي عن أنواع الدكار وبلشنا من القديم وقربنا نوصل لمرحلة ما بعرف يعني أنا شخصيا بحسيك مرحلة معاصرة حلوة فيها خليط من اتنين صح؟ اليوم عنا عشر أنواع دكار جديدة ورح ننطلق عليهم بسرعة لأن تنلاحقون متما أنت بلشنا بالقديم وهلأ اليوم رح نحكي المعاصر وهيدا المعاصر وقتنا نقول المعاصر يعني برأيي هلأ كل ست بيت أو كل حدا نحن بيحضرنا هلأ يجرب يلحقنا ويرأي بيطلع على ستيل بيته ويجرب يحذر هو أقرب لأده لأي نوع دكار وإذا وصل 100% لنوع دكار بيكون يعني شيء اللي يوصل للهدف اللي هو بيحبه نعم خلينا بلش نشوف الصور ونحكي عنه صحيح بس رح أعطي شغلة سريعة أنه كل مهندس دكار أو كل مصمم دكار هو بحاجة يكون بيعرف هيدول الأنوع أو هالألماط والسبب الوحيد أنه كل كلية أو كل زبون ممكن يجي طي يطلب استشارة هالمهندس أو هالمصمم بيكون عنده رؤية معينة بيكون حابة بيشوف شغلة معينة بالبيت فعادة بيصير يفرجينا أنه أنا بحب هيك أو أنا بستزوئ هالأشياء وعالم هندس الدكار يقدر يعرف هو أي نمط من هالعشرة هو قريب لإله ويجرب يجمع لونياهن تيكون النمط متكامل تيقدر يوصل لرأيه هلا بس نبلش نشوف نشرح على الصور بيبين معنا كله شو عم بحكي رح حكي بطريقة كتير سريعة أول ستايل رح نحكي عنه هو ستايل مودرن ستايل بدناش نخلط وقت نقول مودرن ستايل مش يعني الحالي مودرن ستايل رح نتفاجأ لكله أنه هذا المودرن ستايل بلس سنة 1920 والرأيد فيه هو كان المهندس قبل ما كان فيه مهندسين ديكار كان مهندسين أرشيتاكت هني يخلقوا الليني أو النمط الدكار هو ميز فانديرو وهلأ هون حطيت صورة خاصة بميز فانديريا اللي بعدنا هلأ منستعملها منشوفها هي أول صورة هون هيدا الفرنشر هو كله تبع ميز فانديرو هيدا النمط مثل ما هو مكتوب رح نحكي شوي ماتيريول بشو بيتصنف كاركتريستيك شو نوعاته والألوان اللي كانت مستعملة هو قريب بالألوان بنا نحكي هو أقرب للمونو كرون كان يحط الألوان الجديدة لشانه كان معاصر بوقتها في شغل المهمة نحنا كنا نحكينا بترانزيسونال كنا نشوف البلكي فورنتشر اللي هي ضخمين بينما هون صارنا عم نشوف الأجرين طبعا الكراسي صارت الأجرين واضحة صارت نعمة صارت الصول صارت الأرض محررة أكتر صار الفورنتشر أقل ديتياي شلنا الديتياي مع ميز فانديرو بالمودل ستايل هيدا المعاصر هيدا المعاصر يعني بلاش ننتقل معه للمرحلة المعاصرة إذا أبدك هو لأ بدناش نخلط بين المودرن وبين المعاصر هون شغلة كتير مهمة منيح الإلتية ممنوع نخلط بين المودرن والمعاصر لأنه هلأ رح نوصل للمعاصر ورح نلاحظ شو الفرق بيناتهم فإذا المودرن يلي أطلقوا ميز فانديرو أو نطلق مع ميز فانديرو سنة 1920 نطلق بستيل معين يلي هو هلأ بعدنا وقتم نستعمله بس هو ستيل مودرن ستيل خاص بحد ذاته نعم ننتقل على ستيل التانية اللي هو ستيل ترديسيونال أو التقليد نعم إذا بدك بعنوان صغير هو بيت بيت التاتة أو بيت الأهل أو البيت يلي ما فيه غلط أو البيت اللي بحسسنا بالأمان هو أكيد هون مناخد من الستيل القديم يعني ممكن نلاقي عواميد ممكن نلاقي أورنمان تزيينات بس خفيفة لأنه نحن هلأ سنبعها المعاصر ما بقى فيها الأورنمان الكبار في الخشب التقليدي اللي منستعمله اللي نحن نسمعه بين الأكاجو بين الجوز بين الألوان اللي نحن منعرفها بالخشب نشوفهن عند بيت أهالينا جمالا من قديم هو ستيل وموديرن بنفس الوقت وبيأمن الراحة والأمان هيدا العنوان العريض إذا بدنا وفيه مثلنا نقول فيه سيمتريك يعني فيه الأشياء اللي هي بتحسسنا بالأمان سيمتريك ما فيه مفاجآت نعم هيدا التقليدي هيدا التقليدي ننتقل على التاني يلي هو المعاصر كونتنبورا هون مشان نرجع ما نخلط رجعنا حكينا أنه ما نخلط بين الموديرن والكونتنبورا شو بيفرق؟ المعاصر هو معاصر يعني كل شي بيطلع جديد كل شي بيطلع بيطلع ترندي ترندي ما بعض في ترجمة كل شي ترندي كل شي جديد بيستعمل بالمعاصر وقت نقول معاصر يعني هيدا رح يتغير هو بيتطور حسب العصر يعني نقول كونتنبورا هلأ منقول كونتنبورا وبوقتها كان فيه معاصر هيدا الخبرية كله فإذا شو فيه ماتيريا تستعمل هلأ بهيدا العصر رح يستعمل أكثر شي شو هلأ معاصر هلأ كل شي إذا بدك صناعي هلأ صرنا أكثر بعدنا شوي عن الطبيعة صار تقليد الطبيعة يعني منلاقي خشب تقليد الطبيعة الفو باركي الجلوسي الستينليس الأشياء المودان وأهم شي الإضاءة نحنا هلأ بعصر الضو بعصر الإنارة فالإضاءة الإصطناعية والإضاءة الطبيعية بيخلطوهم مع بعضهم ننتقل على الرابع اللي هو الاندستريل الاندستريل أو الصناعي وقت نقول الصناعي نحن بدنا ننسى أنه نحن ناخد الستايلز طبعونا من أوروبا فننتقل على كيف كانت المعامل بأوروبا المعامل بأوروبا فإذا كانت أكثر مع مرة من بريك وكان يستعمل الحديد وكان يستعمل الأدوات اللي سميها رو طبيعية كتير يعني ما فيها ملنا مشغولة ففينا نلقي إشياء فينتج بهذا الستيل أهم شيء يكون هاي سيلينج لأن المعامل أكيد كان عندها هاي سيلينج مش ضروري يكون نعم نشتغل بلوفت فينا نستعملها حتى بالأبارتمنت نحاوله لصناعي فالماتيريا المتل ما هي واضحة بالصورة الحديد البريك على أنواعه الأشياء الرو فينا نفوت أشياء موديرن معاصرة لأنه بالمعامل كان يجيبه أشياء هلأ بتستعملوها بوقتي يستعملوها فهي خليط بين الاثنين ننتقل على على الستيل الثاني يلي هو الترانزيسيونال ترانزيسيونال بعتقد هو خليط بين الترانيسيونال والمعاصر هو بين التقليدي والمعاصر فهون العالم بيكون عنده حنين للتقليدي بشوي بعض الأشياء وبتحب الأشياء الموديرن فمنروح على القالوريات منشتري أو منطلع ورح يكون هيدا الخليط الموجود هون وقت نقول تقليدي ما عنا مساحات مفتوحة هون رح نرجع أنه الحيطان رح ترجع دومينانت مثل ما شققنا هلأ بلبنان ببيروت في كل حيطان كل غرفة محددة ورح يكون هيدا خليط رح نحط قطعة تقليدية وقطعة معاصرة إذا بيفوتوا على الإنستغرام بيشوفوا الصور بيعرفوا الألوان الدرجة أكتر أو هي تستعمل أكتر بهذه الحقبة صحيح الستيل الثاني هو ستيل الروستيك الروستيك يعني إذا بدنا القديم هو ستيل الشالية يعني هيدا بالمختصر مفيد هو ستيل الشالية الشالية كان شالية جبل يعني فيه خشب كتير فيه خشب كتير فيه طبيعة فيه خضار فيه رو ماتيرير بدرجع بأحكي على الخشب مثل ما هو يعني ما بتحسيه مشغول ما بتحسيه ملمع مثل ما كتير واضحة بالصورة حتى الاستعمالات تبعا الأحجار بتكون حجر طبيعي ما بيكون حجر سنتيك يعني أو سيراميك أو هيك بنشتغل أكتر على الحجر الطبيعي ننتقل هلأ على الستيل السابع بعتقد سرنا يلي هو البوهيميان بوهيميان بالعربة بعتقد هو بوهيمي صح بوهيمي هيدا ستيل ستيل المجنون إذا بديك أو ستيل يلي هي كل شخص إذا بديك عنده العنوان هو يعني منه تقليدي وهن العالم يلي بتحب كالتشر من عالم تاني ممكن كالتشر بلدها أو كالتشر بودية هندية شي بيميل لقلو بحبوا البيت فسو بيصيروا بيصيروا يجبوهم ويحطوهم لأنه بحب يشوفهم وعادة بيصير فيها الخليط المجنون هالخليط المجنون مع روماتيرير فيه ألوان كتير حلو فيه ألوان فيه باترنز يعني نقشات جديدة لأنه هن عشاء بيصيروا يجيبوه من البلاد السقفات التانية وبحطوها بنوصل مش أب آخر شي أبل آخر شي للمينيماليست المينيماليست أو هو إذا بدك ترجمتها هون الحد الأدنى الحد الأدنى هذه أكيد درجة أكتر بالبلاد الأوروبية يلي هي مساحيتهم ضيئة وإشياء الصناعية يلي هي صار ترخيصة أهم شي بدأ نعرفه أنه إذا حدا مينيماليست بدي كون مينيماليست بكل شي يعني بالأكسسوار بدي يكون صغير التوبات بننميل للأبيض أكتر من الغامي تيدوه لأنه بدنا للمينيماليست أكتر وبكل شي قليل كل شي المساحات الديئة تخت على أدنى الحمام على أدنى يعني الحد الأدنى على الحد الأدنى من كل شي يلي هو بيعطي مساحة وبيعطي راحة وأوفر وهلأ هلأ بالمساحات الديئة صارت موجودة ننتقل للسطيل التاسع يلي هو العصر الهوليوودي العصر الهوليوودي بلج سنة 1930 بالنهضة طبعا الهوليوود وهيدا نحن مننتبه له كتير برجع بقول بالأوتليات وبالأوتليات الرائية إذا بديك وببيوت اللي بتحب تستقبل عالم رائية أو عندها فيزيترز كتير عندها زوار كتير من جميع الطبقات فبدأت حطلهم ستيل ستاندرد معين أو ستيل معين فيه دهب كتير فيه أبيض كتير فيه خشب لوكس كتير فيه ماربل كل شيء الأشياء الغالية تستعمل وهيدا مثل ما قلنا نطلق بأمريكا بهوليوود بعصر انتلاقية هوليوود الكبيرة آخر شيء منوصل سكندينافين ستايل شو يعني سكندينافين ستايل سكندينافين ستايل هي المناطق إذا بدك الأوروبية مثل السويد سكنديناف هالمعامل صارت غازي العالم أسامة كتير مرموقة منعرف غالوريات طلعت بأسامة المعامل الغازي العالم سكندينافين ستايل هي أهم شيء فيها الإضاءة أنت طبيعي أو أنت استناعي المواد المعاصرة هي صناعية أنت كان بلاستيك أنت كان خشب صناعي أنت كان طبيط صناعي درجة كتير فيها كتير من المينيماليسم فيها كتير من الأقل وبنفس الوقت فيها أكسسوارات أكتر يعني نصار فيه أكسسوارات سكندينافين مش بس فرش سكندينافين نحن كل اللي رح يشوفوا هيدا ستيل رح يعرفوا عن شو عم بحكي لأنه هو هلأ هيدا العصر نعم شو لا يكونوا ناس هكي عرفوا هني شو بحبوا شو زوؤون شو ستيل بيتهم يعني وعاكل حال فيهم يفوتوا لعندك على الإنستا أكتر يتمعانوا بكل ستيل صح عم تنزلهم على الإنستاجرام حتى بحب إذا في عالم بحبوا يصوروا بيتهم لحبوا ستيل معين وهو حسوا قريب عليه يصوروا ويبعتوا على الجديد ونحن نشوف نساعدهم يا من نتفشهم أكتر لوين لازم يروحوا إذا حد بين ستيل العالية يا منوجههم على ستيل تاني نعم شكرا لك مهندس عماد سالم على هذه المعلومات كتير حلوة الفقرة وان شاء الله بمرات تانية نتعرف نحن أكتر شو لازم نحط ببيوتنا يعني قدي بيشبه هالشي زوقنا وقدي أوقات ما مننتبه منخلط القصص ببعضها ومنضيع قيمة الأشياء شكرا لك عماد